وزارة العمل بتبدأ اليوم تلقي طلبات التقدم لشغل 5756 فرصة عمل في 12 محافظة ودي من الأخبار اللي احنا بنكون حرصين ان احنا نجيبها مع حضراتكم وعشان الناس اللي هي بتدور على شغل وفرص عمل تكون برضو الحاجة قدام عينيهم ويشوفوا هذه الأخبار بتكون مهمة جدا اعلنت وزارة العمل عن بدء تلقيها اليوم الجمعة طلبات التقدم لشغل 5756 وظيفة خالية في 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة منها لدوي القدرات الخاصة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وده لا التقديم عليها خلال الشهر الجاري وأوضحت نشرة التوظيف الدورية أن الوظائف موجودة في 12 محافظة الـ 12 محافظة هم القاهرة والجيزة والشرقية وبرسعيد واسكندرية والفيوم وأسيوت وأسوان وإنة وسهاج وشمال سينة والإسماعيلية في تخصصات أيضا زراعة ومشرب سكن ومسؤول سلامة وصحة مهنية مهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا وطبعا ده بالنسبة لكل التخصصات أيضا عمال نظافة وتضم النشر مجموعة من الوظائف الذوي همم بالمحافظات وده الاستفاق نسبة الخمسة في المية بين إجمالي عملها من هذه الفئة برواتب مجزية